أقامت السلطة المحلية لمحافظة عمران لقاءا جماهيريا لأبناء المحافظة بمدينة مأرب تحت شعار توحيد الصف الجمهوري واجب الجميع لاستعادة الدولة وفي مستهل المهرجان أكد الشيخ خالد محمد بدر الدين وكيل أول محافظة عمران أن الصف الجمهوري مؤحد ومتفق على الأهداف والرؤى من جميع مكونات المجتمع مشيرا إلى الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق كامل الأهداف المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعت كلمات المهرجان جميع أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم السياسية إلى مواصلة إسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبذل المزيد من الجهود حتى يتحقق السلام المنشود في ربوع اليمن منوهة إلى أهمية وحدة الصف الجمهوري وأشاد المشاركون في المهرجان بجاهزية منتسب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الجبهات لإحباط أي محاولات إرهابية للميليشيا الحوثية تخل المهرجان الذي حضره جمع غفير من أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم السياسية فقرات فنية وأدبية دعت إلى توحيد الصف الجمهوري واستعادة الدولة ومؤسساتها ولهذا لا سلام مع هذه الفئة الباقية المتمردة التي استهتفت الأرض والإنسان وكل المقاومات بل عملت على إسقاط مؤسسة الدولة فمشروعها مشروع خراب ودمار ولا يرجع منه خير لا في اليوم الآن ولا في المستقبل وهو مشاهد ملموس فأعمالها وإجرامها من تفجير وتهتيم وتخريب للعقول وضمس الحوية وتخريب مقدرات ومؤسسات الدولة بل أسسها الأولى وأهتافها والجمهورية برمتها هذه تدعو كل الفرقاء وكل الشركاء النضال والتضحية أن يكونوا صفا واحدا وأن يوجهوا البوصلة نحو هذا العدو الذي يستهتف الجميع بالاستثناء اشتركوا في القناة